أساس لعبي أو أساس طريقة لعبي هو الرجل 4-3-3 ودي الطريقة اللي أنا شايفها الأمثل في العالم في الحتة الدفاعية والهجومية لأنه أنت بتخلي اتنين يهجمه من ناحية اليمين مثلا وواحد عامل كوفرينج والناحية العكسية مكملة جوة 18 تقطع كرة قطعة يبقى 2-60 في نص المعلقة بزائد الطرف العكسي عشان كده اللي هضم الطريقة على طول مرموش وصلاح ومصطفى يعني اللي بتلعب بره كده هضم الطريقة على طول في ثانية مع تحرقات المشكلة في 4-3-3 هتبقى مع مين؟ الثلاثة نص المعلقة بس مهامك إنت إيه؟ لو إحنا قلنا الجناح ناحية اليمين عند الكورنر طب اللي مفروض يتحطيه ساعده مين؟ حد من خط النص رفو عليك يبقى لهاف رايت طب ومين اللي بيعمل الكوفرينج اللي اتنين دول؟ الباك رايت صحيح إنت لو عرفت تتنصك أو تحفظ تحرقات دي طب هنقول مثلا مثلا كإسم كان عامر الثلاثة دخل الـ 18 كمل نعم يبقى مفروض من اللي يبقى مكان للثلاثة؟ الباك لفت لا مكان للثلاثة مكان للثلاثة ناحية اليمين مثلا هيبقى الباك رايت هو اللي يطلع الباك رايت نحق صح باك رايت يعني احنا قلنا صحيح أكرم توفيق والثلاثة ومصطفى فتحي ثلاثة وقفت السلاثة أكرم اللي هيقف المكان الصلاة كامل في 18 صح أكرم هيقف يبقى أكرم هو اللي بيروح ومصطفى هو اللي يقضل قددت الصلاة الناحية الثانية عشان كولت فلأ الأمور دي فنية وحاجات أنا عندما كنت ماسك في قطاع ناشئين الفريق اللي تحت الفريق الأول كنت أنا بقى لعب 4-3-3 أو 3-4-3 ما لعبتش بـ 4-2-3-1 دي خالص شوف الكلام ده مثلا من 5-6 سنين يعني فالفكرة كلها أن لازم تطور في الأداء ولازم أن الطريقة دي خلي بالك بتعتمد على 1-0 بالكثير قوي مش نتائج يعني لا لو أنت فاق يبقى 2-0 لو الفرقة اللي قدامك وقعت تكسب سكور زي لقاء السودان كده بالضبط زي لقاء السودان فالآخر للدقيقة 90 بالطريقة دي ممكن تجيب هدف تكسب خلاص شكرا صحيح